ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بالعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد المواقع التي انطلق منها الهجوم الكيموي الذي استهدف مدينة خان شيخون بالجمهورية العربية السورية مؤكدة أن هذه الخطوة كان ضرورية لحقن دماء الشعب السوري ومنع انتشار أو استخدام أي أسلحة مقبورة ضد المدنيين الأبرياء وتشيد وزارة الخارجية بمضامين كلمة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس العزم والرغبة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله منوهة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب أينما وجد بيوب كل حزم وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الموقف الأمريكي الواضح يشكل دعما لجهود إنهاء الأزمة السورية وتشدد على ضرورة التزام جميع الأطراب بإعلاء مصلحة الشعب السوري الشقيق والعمل بكل جدية وشفافية لإنهاء معاناته وأن تضافر كافة الجهود من أجل ضمان وقف اطلاق النار والتهيئة لمفاوضات تفضي لحل سياسي شامل استنادا إلى بيان مؤتمر جنيف واحد لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات صيلة وبما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة أراضيها وسلامات شعبها اشتركوا في القناة